للنادي الأهلي على غير المتوقع مش أقول طبيعية لكن يعني بعد المباراة كبيرة وبعد بطولة كاس اللعبة كانت منتشية شوية ممكن يعني الأفرح يعني بتزيد شوية عن الطبيعي في المباراة اللي زي دي ودي حقيقة سامة إحنا جربنا كلنا المواقف اللي مروا بيها لعبتنا في مباراة الأخيرة ديت مع البنك الأهلي يعني أنا بتكلم عن جيل ده إن جيل ده رحالة يعني 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 من أفريقيا لأسيا لدبر عام لكاس مصر ما بيلحقوش يفرحوا إنتنا عد بطولة بتاخدها من يعني من المنافس التقليدي نادي الزمالك وطبعا شفنا أداء بدأ في الشرط التاني يتغير بشكل جبير جدا لما مصر كولر بدأ يغير وبدأت الناس ترجع لأماكنها وبدأ تفوق النادي الأهلي في مباراة كأس مصر عشرين تاريتة وعشرين واللي طبعا اليوم التاريخي اللي كانت موجود عليه المملكة العربية السعودية صديف أول مرة كاس مصر بين الأهل والزمالك جماهير الفرقتين التنظيم اللي احنا شفناه على أعلى مستوى فعلا نادي الأهلي كان قادر أنه هو حق بهذه البطولة ما الحقناش أسامة يعني ده الناس العمل ما رجعت ما فيش تمانين ربين ساعة رجع تاني للمباراة الدوري العام انت عارف أسامة بعد كل مباراة على الأقل على الأقل عايزك ثلاثة أيام على الأقل حالة استشفى وفي نفس الوقت كمان فرحة الكاس فرحة البطولة اللي ناس حرزتها ما بتلحقش فأنا عايز بس أقول للسادة المشاهدين لازم نعذر العبا دي العبا دي بقالها ثلاث سنين بين مرايحتش بين أفريقيا وبين دوري وبين كاس وبطولات ومع هذا كمان مشرفين ومنتخب مصر حتى المحترفين اللي موجودين معنا أسامة كمان موجودين يعين ريحين جايين ريحين جايين وفي نفس الوقت كمان الجيل ده مشرفنا أسامة بصراحة يعني جيل ده بيسطر يا محمد تاريخ أكتر من تاريخ نحن يمكن أكتر من تاريخ أبو تريكا كمان الجيلين اللي هم مؤثرين ممكن في تاريخ النادي الأهلي جيل السبعينات جيل نحن ثم جيل أبو تريكا ثم جيل ده الجيل ده كمان أنا عندي إحساس حيتفوق على الجيلين دول في حتة أحراز البطولات والأرقاب ولسه والأرقاب ولسه ما شاء الله يعني كمان العمر مساعدهم لسه قداموا مشوار طويل يعني فأنا تمنى إن شاء الله إن إحنا يعني ما نقصوش عليهم بقى مباراة وردة أكيد في الكورة طبيعي أه الكبير يتفوق على الصغاية البنك الظروف كانت صعبة قوي ويعني موجوده في الجدول فكان يهموا إنه هو عايز يتعلق بسا نفترات أبونت فربنا اداله سبحان الله طاري مصافة عامة جيم كبير جدا لكن عاز أقول بنقولهم مبروك برافو عليكم وبنقول اللي عبتنا هارد لك والحمد لله نجاي في وقت كمان أسامة في توقف نقدر بقى نصلح كل الحاجات اللي حصلت وحتى الراجل كمان بحييه طبعا نخليل بالنمجة كمان الراجل طلع عنده جرأة وشجاعا هو قال إن أنا أول مباراة في تاريخي ألعبها بهذا الشكل أو بالوحشة دي أو عدم الأداء دا الراجل تكلم عن المنظومة الدفاعية كمان روحهاك يعني واحد من العلامات في دفاعات النادي الأهل دايما المدير الفني أو الفريق اللي بيبحث عن مطولة لازم تنظيماته الدفاعية وخطوط الدفاعات تكون على أعلى مستوى بالضبط أسامة يعني إحنا يمكن قبل الهواء كنا بنتكلم إن أنا شغلت مع الفريق الأول سنة 95 ألفين وكنت بكلم على إن الست سنين دول أكتر سنة دخل فينا فيها جوال خمس جوال يعني كان بقى وقتها خط الظهر مكون من محمد يوسف مشير كمونة أبو الدهب حاجة بردك من السقيل ومعهم بقى أبريم حسن ومعهم عمارة ومعهم أطراف كمان على أعلى مستوى فزي ما أسامة بيقول ده أسامة اللي كان بيدينا الطمأنينة إنك أنت فعلا راح للبطولة طول ما انت خط ضهرك مأمن وبيشتغل صح بيحافظ على جوله في نفس الوقت بيدي ثقة للنص الملعب وللمهاجمين ودي فيه نميزة بصراحة يعني كانت زمان مستر دوجوت يقولك أنا حتى لو في الديها 90 أقدر أجيب جول ويمكن أسامة عاشل الأجواء دي أسامة يمكن في الـ 94 كان بيسجل فاحنا تورصنا أجيال وراء أجيال في الحتة دي طول ما انت عندك وقت بدل ضايع وعندك وقت موجود في الجيم تأكد إن احنا نقدر نجيب جول مظبوط فدفاعات النادي الأهلي طول عمرها من أقوى الدفاعات اللي موجودة ومعظمهم بيبوا موجودين في قوام متخب مصر طبعا هو راجل فقر إنه عبد الملعب محتاج إنه يريع شوية بالزبط كده ياسر بردك موضوع الإصابة يمكن حرمتنا منه خلال الفترة اللي فاتت لكن لليش من كلمة الناس اللي موجودة بالحكس الناس اللي موجودة كلها لعبة محترمة وعلبة دولين وطبعا بلغة القرى ساعات بيبقى يوم مش يومك يعني بيبقى فيه توفيق وحدم توفيق فأنا شايف إن اليوم ده ما كانش فيه توفيق وهو فيه حاجة تلك كمان كابتن مهر كابتن رسامة فيه أحيانا كده الفريق يبقى محتاج مباراة يفوق بسببها والتوقيت ده تحديدا ممكن يكون توقيت محوري للفريق عشان فيما بعد يعني كنت أتمنى إن ده يحصل بدري ما يكونش مثلا أنت داخل في معمارات المباراة الإفريقية انت خرجع بعد التوقف اللي جاي عندك مباراتي سيم تفزر في أسبوع منهم مباراة فيوتشر في النص بعد سيمبا لو إن شاء الله ربنا وفانا وكمنا عندك مباراة سيم فاينال فمباراة زي مباراة البنك الآن اللي ممكن تخلي الجهاز الفني يقف عند حد معين يشوف السلبيات إيه الأخطاء إيه لأن أكيد أي اخسارة بالسلبيات هكو لا يعني أكيد ممكن يكون فيها إيجابيات يتعلم منها الزبط يا محمد زي ما تفضلت وقلت إن الوقت جانا قبل مباراة زي سيمبا مباراة قوية مصيرية بنسبنا فحلو قوي الحتة للتفوائك دي يعني الوعكة دي تقومك تاني وحتى كمان انت عارف بلغة التدريب يقولك اللعاب يغلط والمدارب يصلح يعني مستر كولر ده دوره وجهاز الفني دوره اللعابة تغلط والكاب من مستر كولر والمداربين يبدأوا يصلحوا وهي دي سبحان الله حلوة كرة القدم يعني أنت المشاكل الدفعية اللي حصلت في المباراة دي أنا متأكد أن مستر كولر طبعاً والجهاز الفني سجلوا بعض الملاحظات دي هو لأن الكلام ده هو اللي حيشتغل عليه الفترة اللي جاي فكل المباراة بيحصل فيها ظروف واخبالك الأجابيات بنحافظ عليها ونحاول نحن نحافظ عليها ونزودها لكن المشاكل الدفعية دي وردة جداً لأنك انت يعني طول المباراة أكيد بيحصل مواقف دفعية غير مزبوطة فبيحصل فيها يعني خلل بشكل كبير بتأثر بهدف أكيد الفترات اللي جاية التوقف ده هيبدأ بقى الشغل على الحاجات الملاحظات اللي حصلت في المباراة دي عمر كمال عبدالواحد تظلم مباراة حتى الكولر قال أن أنا لعبته في مكان غير مكانه لكن يظل عمر كمال واحد من الصفقات المهمة لنادي الأهلي لعيب منتخب مصر لعيب مهم بيلعب في كذا مركز ويعني خسارة مباراة ما ظهرش فيها بالشكل يعني الجيد لكن يظل يعني عنصر مهم يدخل الفريق يا كابتن ماراة أكيد يا أسامة مكسب كبير وإحنا متابعينه بقى لنا فترة بصراحة كمان هو آخر فتراته مع منتخب مصر كمان كان مؤثر بشكل كبير ساعات أسامة بيتطلب منك هو إحساسي كالعيب جوكر يعني عمر من اللعبة الجواكل اللي تقدر تعتمد عليها في حتة الجناح تقدر تعتمد عليها في الباكرايت الراجل شاف أن تكوينه الجثماني وقوته وصرعته وانقضاته ممكن يلعب في المكان ده فطبعا التجربة كانت غير موفقة بالنسبة لعمر كمان لكن ما نقللش من كيمة الولد لأن الولد عنده عنده لعب جوكر جوكر ومميزات بشكل كبير جدا يعني لسه إن شاء الله بإذن الله اللي جاي حيبق أفضل واللي جاي لسه هو ما طلع لناش البضاعة الجميلة اللي موجود عنده فإن شاء الله بإذن الله نقوله انسى عمر المباراة ديت في الصفحة ديت وفكر في اللي جاي إن شاء الله هكون أفضل باتيجي جدا يعني نجري شوية في الأيام طبعا المباراة سينبا يوم 29 مارس النهاردة بنتكلم في 13 لسه 16 يوم تعال نشوف سينبا بياس